اشتركوا في القناة والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى الساعة التسعة ودقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء اللي هي اول درجة من درجات برج الجدي وهي بداية منزلة سعد الذابح اللي هي منزلة للعلاج والفراق والخلاص او الحرية بما ان القمر رح ينتقل في ساعة الصباح لبرج الجدي معناته الان الموعد بث الحلق القمر موجود بالقوس لغاية ساعة الصباح فبنظل بنشعر بالابتهاج ومنجد الناس اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال دراسة لغة جديدة لاستمتاع بهواي ماء وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ماء او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا بداية زاوية خطيرة مدتها من اليوم 12 سبعة لغاية يوم 15 سبعة هاي ذروتها اللي هي زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين نبتون طبعا هاي ذروتها يوم 14 سبعة طبعا هي مستمرة لها تقريبا بحدود الاربع ايام تأثيراتها موجودة ولكن ضعيفة في خلال الايام ما بين 12 و 15 بتزيد بشكل كبير بعدين ترجع بتتناقص ثلاثة ايام او اربعة ايام بعد 15 الشهر بعدين بتختفي الزاوية هاي زاوية عادة اللي بكونوا محبطين عاطفيا او مروا بتجارب سلبية في حياتهم عاطفيا اثرت عليهم اذتهم فهاي زاوية بتذكرهم بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفوهم وبرضو بتسبب نوع من انواع الارباك وخيبات الامل في الحياة العاطفية الاشخاص اللي بيتعاطوا مهدئات مخدرات وحوليات هاي الفترة بصير عندهم استهلاك مفرط لهاي المواد فبدهم ينتبهوا شكل كبير اما بالنسبة للتحذير من هاي زاوية بحذر انا من امور الها علاقة بالتحرش الجنسي والاغتصاب وخاصة يعني بيجي طرف الاطفال في هذا الموضوع قضايا الها علاقة باغتصاب والتحرش بالاطفال طبعا فيه هي للكبار اكيد ولكن الاطفال لهم نصيب في هذا الموضوع فعشان هيك اللي عندهم اطفال صغار يديروا بالهم عليهم في هاي الايام اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين الزهرة وبين زحل وتأثيرتها من يوم 11-7 ليوم 15-7 هاي الزاوية مناسبة للاستقرار للعلاقات العاطفية وبتضمن لك اخلاص محبوبك اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزوايا البطيئة فهي زاوية التسديس ايجابية بين الشمس وبين اورانوس هاي تأثيراتها من يوم 7-7 لغاية يوم 14-7 طبعا هاي الزاوية بتعزز قدراتنا او قدرتنا الادارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وبرضو بتعزز قوة الحدس لدينا اما بالنسبة اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل اللي هي مع القمر اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون الساعة وحدة واثنين واربعين دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء هاي زاوية بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين طبعا تأثير هاي زاوية من الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة وحدة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت ورح يستمر حتى تمام ساعة تسعة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شي ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة تسعة صباحا بالضبط خلص القمر بكون انتقل واستقر في برج الجدي وبدأ يعمل اول زوايا فعشان هيك تاثيراته على جميع الابراج انها منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض منه علينا الاجتهاد اكثر برضو بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي اثرية او البدء بحمية او شراء تأمين او عقد جديد او نعمل تأمين او مراجعة بعض شركات التأمين بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت ايجابية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام ساعة خمسة واثنعشر دقيقة مساء يعني عند المغرب هاي زاوية بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات تقريبا الظهر وبتستمر لغاية ساعات منتصف الليل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام ساعة عشرة وست دقائق مساء يعني يجب الحذر ممن يحاول واستغلال طيبتنا وكرمنا وهي تأثيراتها من ساعات المغرب تقريبا لغاية ساعات الفجر من فجر يوم الاربع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي الأكثر حساسية من الآن لغاية ساعات الصباح واللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية أما من ساعات الصباح بيصير عنا الركبتين والمفاصل والعمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن فهذه لأصبحوا الأكثر حساسية اللي برضو لازم نوفر لهم العناية الإضافية من ساعات الصباح وخلال هذا اليوم اللي هو الثلاثاء ويوم الأربعة لأنه لقم الرحل الموجود في الأيام هاي فهي الأعضاء نبعد عن العمليات الجراحية اللي بتتعلق بها طبعا لما نيجي نحكي الجلد والشعر معناته هنا يجينا على التجميل فهنا لا ينصح في خلال هدولا اليومين إجراء عمليات تجميل للوجه أو زراعة شعر أو حتى إزالة الشعر الممكن يعمل التهاب بالجلد طبعا في عنا اليومين هدولا من الأيام المميزة للحجامة ده إنه بدأنا في مراحل اكتمال القمر فهي أيام مناسبة للحجامة اللي هي يوم 12 13 14 15 16 بما إنه اليوم احنا بدأنا في هذا الموضوع والجلد أكثر حساسية فهنا المضطر اللي بدأو يعمل الحجامة في خلال اليومين هدولا اللي هم 12 13 بدأو يدير باله إنه بدأو يحط معاقم مظبوط يتأكد من الشخص اللي بدأو يعمله حجامة واثنين بدأو يستخدم بعد الحجامة اللي هو كريم اسمه فوسيدين اللي هو أنتبيوتك أو مضاد حيوي كريم بيجي على الجلد تستخدموه عساس إنه ما يصير التهاب جلدي أما اللي بيقدر يأجل اليوم 14 15 16 برضو بصير أيام مناسبة للحجامة زي ما حكينا أنه هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ومثل الجراحة الجلدية ولكن زي التكميم مثلا فهذا يوم مناسب لتكميم المعدة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لغص الشعر التجميلي ولكن بتكونوا حذرين لأنه الشعر حكينا أنه نقطة ضعف الصبغ ما بنصح فيه القص العلاجي برضو لا يصلح بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي فخلوق المسار القادم رح يكون يوم الخميس يوم 14 سبعة رح يكون في تمام ساعة 4 و 16 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام ساعة 8 و 13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 13 يوم في تمام الساعة 35 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصبح 14 يوم نسبة الإضاءة بتصغير 93% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيد بنسبة 100% القمر في القاوس وبدو ينتقل للجدي ورح ينكت في الجدي حتى يوم 14 سبعة طبعا هو منتحس الآن بنسبة 25% في ساعات الظهر بترتفع نسبة النحوس إلى 40% بعدين بتنزل لسعادة بنسبة 15% في ساعات العصر بعدين عند المغرب بترجع بتصير منتحسة بنسبة 10% عطارد في السرطان حتى يوم 19 سبعة سعيد بنسبة 10% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 18 سبعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 منتحس بنسبة 40% أما أما بالنسبة أورانوس في الثور طبعا رح يبدأ عملية تراجع يوم 24 ثم فهو سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 بعدين بيرجع للحركة الأمامية هو منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 بعدين بيرجع للحركة الأمامية في نفس برج الجدي منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا الأجواء مناسبة جدا اليوم للسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع جانب أو الحوار والنقاش الحركة الدراسة الامتحانات القضايا القضائية يعني اليوم ممتاز جدا لهذه الأمور حتى لتعزيز العلاقة العاطفية والعائلية الأجواء ممتاز ودعم لكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بين صب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنكم ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقعوا ضحية الفوضى وحدم التنظيم بتضغط عليك المسؤوليات وممكن أنك تواجه أمر صعب خلال هذا اليوم أو معقد شوي فعشان يقدر تلتزم بالمسؤوليات وهاي فترة واعدة إذا استغلتها بشكل إيجابي برج الثور برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بيضل التركيز على الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة في فرصة متاحة لمكسب مالي بيجي عن طريق شراكة يعني ممكن الزوج الزوجي استرداد بعض الأموال بنك قرض تسهيلات إليك حقوق بتستردها فهاي فترة ممتازة حتى المطالبة بميراث أو مطالبة بحقوق إليك قديمة برضو هاي فترة ممتازة لهذه المور أهم شيء تخففه من النفقات المتصاعدة ممكن الجو يكون في بعض التوتر بدها شوية هدوء في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما رح تنشط في مجال السفر والاتصالات البعيدة في لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب إلها علاقة برضو بالسفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا برضو اليوم هذا مناسب للامتحانات وبتفرحوا لا انتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم مش أنك تتحرك في مختلف الأصعيد حتى على المستوى العاطفي الأجواء ممتازة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر مقابلهم لغاية ساعات الصباح فبتضل الفترة هاي مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل في مجال العاطفة علاقتكم مع الأزواج أو مع الخاطبين وهاي فترة ممتازة على هذا المستوى ولكن سلبيتها إنه شوي بتكون طاقتك ضعيفة وسهل استفزازك فما بينفعك سواء أنك تكون صابر تمسك حالك ما تدخل بأي نقاش أو خلاف لأنه أنت الحلقة الأضعف وهذا الشيء رح يتسجل ضد أما من ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم بتقدروا تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك في اطمئن بالك وبتفرح لتطور في مسألة مالية معينة ممكن تحصيل بعض المستحقات أو حل مسألة مالية فترة جيدة لتصحيح الأخطاء أو لتكرار المحاولات السابقة وبرضو لصالحك فيها مكاسب كثيرة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكون تنجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل المتراكم في ضغط الآن بلش لأنه الآن بدأ القمر في مراحل المقابلة لإلكم هو في آخر درجات البيت السادس لإلكم فعشان هيك الضغط صار أكبر على الصحة وعلى العمل بدكوا تنتبهوا لأنه طاقتكم صارت تضعف شوي شوي انتبهوا لغذائكم انتبهوا لراحتكم حاولوا أنكم تكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم في ساعات الصباح القمر رح يصير مقابلك تماما في برج الجدي فرح ينصب اهتمامك حول تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن بدكوا تحافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا أي كلام حاولوا انكم ما توجهوا ملاحظة لأي شخص لأنه خصمك في هاي الفترة قوي وما بيرحم بتحملك هاي الأيام يعني نوع من أنواع الارتباط المهم فبدك تحافظ على هدوء عصابك وحاول انك ما تكون عدائي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر الآن موجود يعني في البيت الخامس لألكم لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتظل رغبتكم قوية في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم خصوصا أحبائكم عاطفيا أو أحبائكم أبنائكم أو أحد الوالدين طبعا الحظ ما زال لصالحكم ما بيتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا ممكن اليوم بعد موليد برج الأسد مارسه هواية أو أمر فكري أو أدبي أو أشياء حتى تجميلية أو جمالية الطاقة عالية جدا وإنتم ملفتين للانتباه لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بيبدأ العمل بتراكم تدريجيا أهمش إنكما تهملوا صحتكم حاذروا من بعض التعب الصحي أو الجسد اللي ممكن يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة اللي يعني شوي ممكن تخليك تكون متوتر برج العذراء بالنسبة للموليد برج العذراء طبعا هنا القمر موجود في البيت الرابع لغاية ساعات الصباح فالتركيز كله رح يصير على البيت على العائلة على تصليحات ترميمات مشتريات منزلية أو واجبات عائلية بتحاول تحلها أو بتظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شي زي ما حكينا يوم أمس لا تتهرب من المسؤولية اتجاه العائلة الأجواء صحيح فيها بعض الضغط ولكن مع ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما لأنه الخمر رح يصير في البيت الخامس وهو أنا بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم ممكن شوي تشعر ببعض الزعل أو العتب على الحبيب خلال هذا اليوم فما تضغط عليه بشكل كبير ممكن تفرح لإنفراج ملموس وترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك ممكن تقوم بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر موجود في البيت الثالث يعني ما زال لغاية ساعة الصباح من الآن للصباح في نشاط في حيوية في اتصالات كثيرة فترة ممتازة لاجتياز المتحان ممكن تعزز العلاقة مع الإخوة مع الجيران بتدعمك الحضوض في كثير من المجالات أنت اليوم جريء في التعبير في الترويج في الكلام في الدفاع عن حقك عندك سرعة بديهة عالية جدا في ساعات الصباح في شوي الأجواء رح تتغير في نوع من أنواع الضغط ولكن برضو عندك قدرة على السيطرة ما حيصير أنه رح تفضل الأجواء البيتية أو العائلية أو يصير مناسبة عائلية عندك تلزمك بالاهتمام بالبيت والعائلة بشكل أكبر بدك تلطف الأجواء العائلية الضغطة لأنها ممكن اثير اضطرابك وامتعاضك فلا تخالف القوانين واحترم الموعيد والتزاماتك المهنية والعائلية واهتم بعائلتك الأجواء رح تركز على البيت وعلى العائلة بشكل كبير فعشان هيك بدك تكون مستعد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود في بيت المال لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتظل الأجواء مناسبة للمكاسب المالية اللي أغلبها بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم هدايا أشياء من هذا القبيل ولكن بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم لغاية ساعات الصباح ولكن تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضيع أو المغامرات المالية في فترة الصباح طبعا الأجواء رح تصير نشطة كثير لدرجة أنك ما رح تهدأ خلال هذا اليوم بتكثر عندك الاتصالات والتنقلات والحركة والنشاط وإنجاز بعض الأعمال الضرورية فهي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع أو مع مجموعة من الأشخاص ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة تعمل أهمش أنك تتحرك بفعالية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة ممكن هاي الاتصالات تسفر عن اتفاق أو مصالحة برج القوس برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة جدا وبعمكم نشاط عالي جدا وإنتم ملفتين للنظر من الجنس الآخر بشكل كبير وعاطفتكم جياشي بإمكانكم اليوم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية وأيضا المالية في بعض الفرص المالية اللي ممكن تيجي بطريقة غير متوقعة لإلكم إما استرداد أموال أو حتى إنهاء واقع أو ضغ مالي معين الأجواء إيجابية وطاقتك عالية جدا في ساعات الصباح الأجواء رح تنتقل مرحلة ثانية برضو إلا علاقة بالوضع المالي فهنا بتكن تنتبهوا لتنظيم ميزانيتكم لتغامروا بأموالكم هذه فترة حذرة ماليا ومعنويا أهم شيء ما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة لأنه أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتلاقي إنه لسه الهدوم سيطر عليك مشحون بطاقة ضعيفة جدا فيه سلبية موجودة بالأجواء سهل استفزازك الأجواء مش مشجعة فيه شك فيه غيرة فيه نرفزة فيه عصبية ممكن أي شخص يوعدك بأي شيء وما يوفي فيه أو يلغي في آخر لحظة فبدك تضبط عصابك طبعا فيه ساعات الصباح بتنقلب الأجواء بشكل كامل تستعيد نشاطك وحيويتك تستعيد حماستك وعزيمتك وممكن تمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة رح تمتلك طاقة كافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق اليوم بيحمل لك خبر سار وانت اليوم وخصوصا في ساعة النهار ملفت للانتباه بشكل كبير برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا الأجواء بلشت تضغط عليك ولأن القمر تصار في آخر الدرجات وبدينتقل لعبية المتاعب فمن الآن لغاية ساعة الصباح بوصي تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء أنه ما تتسرعوا يعني الأجواء تقريبا ممتازة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو تسعد من لقاء الأصدقاء أو الأقارب خلال هذا اليوم النشاط ممتاز على المستوى الاجتماعي ولكن إذا كتستغل الوقت هذا لإنجاز بعض الأمور اللي كان صعب أنك تنجزها بالأيام الماضية أو تنجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما نصل لساعة الصباح لأنه في ساعات الصباح القمر بصير في بيت المتاعب فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه بشكل أكثر لصحتكم تجنب واتخاذ القرارات الحاسمة والغير مهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حذروا من الأفكار السودع والمعنويات المنخفضة وممكن تخيب أعمالك أو تتأخر أعمالك لأتفه الأسباب برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل يعني من الآن لغاية ساعات الصباح واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم أمو بإمكانكوا تحفظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنه ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات ولا تخلفوا القوانين نهائيا أي شيء بشوه سمعتكم ابعدوا عنه نهائيا لأن الفترة هاي بتحطك تحت امتحانات الامتحانات هاي ياتكرم فيها ياتهان فيها على حسب تعبك على حسب شو بتقدم تضبط أعصابك بتنال في ساعات الصباح الأجواء تختلف تماما بصير الأجواء إلها علاقة بالوضع الاجتماعي العام فممكن اليوم تلتقوا الأصدقاء يتوجه لك دعوة لحضور حفلة مناسبة لقاء أو يكون عندك أنت مناسبة معينة حاول تصحيح العلاقات المتردية في هذا اليوم ولا تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا اليوم رح تكثر عندك الاتصالات والموعيد بشكل كبير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر